وبالانتقال إلى حالة التفاعل الجديدة مع هموم المواطن طلع رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد على واقع النازحين خلال أول زيارة يقوم بها للمخيمات مسؤول بهذا المستوى منذ سنتين تقريبا حيث كشف الرئيس عن إجماع وطني لمنح الأولوية لملف النازحين موضحا لزوم إنهاء معاناتهم من خلال إعادة إعمار مدنهم وتأهيلها لتيسير عودتهم لها رشيد الذي يقوم بزيارة إلى أقليم كردستان لتفكيك الأزمات عبر الحوار نقش في محافظة إدهوك مع وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو ومحافظ إدهوك علي تتر أوضع النازحين والمهجرين في المخيمات والتجديد على ضرورة توفير جميع احتياجاتهم وأشهد بالجهود التي تبذلها حكومة كردستان في رعاية المخيمات مؤكدا ضرورة بذل السلطات المعنية في الحكومة الاتحادية قصار جهودها لدعم الإقليم في هذا الجانب وتوفير الأرضية المناسبة لغلق هذا الملف من خلال تأمين عودة الجميع إلى مناطقهم الأصلية بزوال أسباب نزوحهم من سنجار وباقي المدن المحررة من الإرهاب ترجمة نانسي قنقر